وأحلى ختام لافتتاح مهرجان الجونة السينمائي مع نجمة ليس كمثلها نجوم نجمة بتتلقلق في سماء السينما المصرية والعربية وأول ما بتطل يسرى تبقى عارف إن فيه حاجة مختلفة قيمة جمال تاريخ ريبرتوار طويل وأقادم بإذن الله يسرى مش محتاجة كلام كتير إن أنا أقوله على واحدة من أعز الصديقات لي في الوسط الفن وإنتي كمان حبيبتي أوي 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 يعني يسرى وجودك في أي مهرجان وإنا عارفة إن أنت من مؤسسي هذا المهرجان بيضيف إليه قيمة بصراحة وإنتي كنت دايما بتحضري مهرجانات وبتحكمي في مهرجانات أوروبية بصي من أهم من أهم حاجة شجعتني إن أنا أكون من المؤسسين في المهرجان ده هوت إنه حتة من مصر محدش عارفة وحتة فيها جمال خاص جدا بيها وفيها تحس إن كنتي في حتة من يعني في أوروبا بس إنتي جوا مصر بس حتى السعيدة اللي هم بيشتغلوا معاكي هنا الجدعانة اللي فيهم من وراء العقل من وراء العقل أنا فاكرة إنه وقع مرة حلق ودوروا عليه ولقوه والحلق ده كان من الحاجات اللي إحنا بنلبسها علشان يعني عارفة نتباهى بيها مش بتاعنا يعني جابوه فأنا تشكرت لكل الناس دي وهم مش قادرين ينسوا ده الحد دلوقتي فيهم جدعانة فيهم فيهم أصالة مصريين بجد أنت من مؤسسي المهرجان ده من دورته الأولى أي وفعل أنت عضو مؤسس عمرك فكرت وانت في الدورة الأولى إنه هيوصل الدورة الرابعة أبداً هذا التعلق يعني بصي ربنا بجد ساعدنا في حاجات كتير كان فيه محبة في أول دورة بشكل غير عادي كان فيه أمانة بيننا وبين بعض كان فيه إن إحنا كلنا كنا عايزين ننجح المهرجان ما كانش فينا حد بيفكر مين اللي يعمل إيه لأ يجيلي أنا لأ أنا اللي أقول لأ خالص خالص فيعني عتقن ده من أساسيات نجاح المهرجان ده نهاردة جايزة من جواز المهرجان راحت لأنسي أبو سيف عظيم وعي زاكي أنت بالذات تتكلمي على أونسي أبو سيف لأ أونسي أبو سيف أنا عملت معها مش أقل من ثلاثين أربعين فيه يه أمان وبعدين جماله إنه هو لو بروفايل خالص عمره ما بيبين نفسه ولا يقول أنا بعمل ولا بسوي هتلاقي حتى في الشغل اللي تلع هتلاقي مثلا اسكندرية كمان وكمان أنا فاكرة إنه أونسي أبو سيف بنى الستاتشو الكبير ده وخارم سقف ده كان فيلم إيه اسكندرية كمان وكمان إنت مع الأستاذ العظيم يوسف شاهين لأ أونسي خاص جدا وجميل جدا وجدع جدا يعني مرات تكلمي عشان تخدي مثلا نصيحة ليكي أنت في تصوير فيلم هو مش موجود فيه يقولك تعملي إيه بدون حسابات أونسي أبو سيف أسطورة من أساطير السينما المصري نازم تفتكر إنه السينما ممثل أبدا مش كفاية ده ممثل ومخرج ومصور وديكار وتيم وورك وناس ورا الكاميرا وأول حد تحسي بنبضه العامل اللي ورا الكاميرا أقوله عملت المشهد كويس يقولي قوي لسه يسرى بتسأل العامل وورا الكاميرا عملت المشهد كويس؟ أه طبعا هو ده النبض الحقيقي يعني لو لقتيه مدمع معاكي لو لقتيه مبسوط وبيضحك من ورا الكاميرا كل ده حاجة بتجيلك من حد حقيقي مش عايز منك أي حاجة هو بيعمل شغله وخلاص إنما هو حقيقي يسرى أنت اشتغلتي مع الكبار العظم يعني كنت عاملة حلقة عم حمود ياسين طبعا ولقيت مجموعة من أفلامك جال في سرية السقر لا 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 عملت معا حاجات كتير وأول مرة أروح كواليس قبل ما بتجي الكذاب كان بتاع الأساس محمود ياسين وتفرقت عليه من بعيد عشان أشوفه بمثل إزاي وأنا فاكرة إن كان عندي مشهد معاه في السقر بعد لما أنا كنت في المستشفى وهو بيتكلم ما كنتش قادرة أمسك بربشة عناية من جمال صوته وأداءه لا لا أولا أخلاقياته إيه أدبه إيه أخلاقه إيه زوقه إيه والتنوع يعني هو اشتغل مع كل الأجيال يعني اشتغل مع جيل فاتن ونجلاء ونبيلة طبعا وندية وبعدين اشتغل مع جيلك طبعا انتي وليلة اشتغل يعني إحنا اللي اشتغلنا معاه صراحة طبعا طبعا بصي هو كان إنسان على خلق عنده اسكس جميلة جدا جدا وكان خجول أنا أتصور إنو كان شخصية خجولة جدا هو كان خجول ومثلا لما كان يشوفني مثلا من داقة ولا بتاع على إيه بعيد عني كده قعد كده هادو بيدحك قوله بتدحك على إيه أستاذ محمود يقولي عليك أستكدت مزرزارة خالص النهار عرف إزاي يعني كان جميل بجد وعمرنا ما هنعود الناس اللي فقدناهم أبدا يعني لما ببصي على رحلة طويلة من العمل مع الكبار يسرى بتقول إيه على كل مقدمة بقول إن مصر كانت شجرة عظيمة جدا مليانة أناديل منورة كل شوية أناديل فيها يتفي ويروح مننا واللي بيروح ما بيرجعش ويعني بصي النهاردة إحنا بنقام من أب كام فنان كتير قوي في سنة واحدة صحيح ولكي أنت تخيالي اللي قبل كده وكل دول صناع السينما المصرية الحقيقيين هم اللي عملوا السينما هم اللي إحنا حبينا السينما من خلالهم نجا لطفي شويكار إيه الناس دي نرجعها منين وإزاي مفيش شكده لازم نحافظ على اللي موجودين ونعلم الجيل الجديد يسرى لما بيجيلك فنانة صغيرة بتشتغل معاكي بتقول لها إيه والبنات مش بنات بس بنات والولاد كل الناس عايزة تبقى نجمة هل تبقى يسرى بسرعة بوسي أنا كنت صبورة جدا في بداية حياتي هم لازم يصبروا ولازم يتعلموا ويعلموا نفسهم ومش بالقراية بالإحساس إزاي يطوروا روحهم إزاي ما يوقفوش عند حد معين إزاي يكملوا المشوار بجد وعلشان كده لما حد يعني من النهاردة أصبحوا نجوم كبار جدا يعني لما كان حد بيطلع وهو صغير معاه أنا كنت بحث أن أنا مدينة لأن أنا أقدم لك أي opportunity صح لأن أنا في يوم من الأيام تقدم لي من الكبار دولاد كل حاجة فده واجب علي بعد خيانة عهد والدور الرائع اللي أنت عملتين واللي لسه مؤثر فينا جدا والمسلسل بيتعاد في محطات تانية كتير وعلى فكرة كذا مسلسل بتعرضولك دلوقتي إعادات طبعا بس خيانة عهد مؤثر جدا جدا يعني بعد خيانة عهد بتفكري تعمل إيه؟ بفكر برضو أعمل موضوع غير متوقع الغير متوقع هو ده اللازم تستنيه المتوقع واللي هو مناطنس ما انتش محتاجان نهاردة إحنا بزمن ما انتش محتاجة إنك ما تتخضيش أنت محتاجة تتخضي كل شوية طول الوقت أنا مش هسأل أكتر من كده واستنى الدور بسايز أقول إن يسرى مش فنانة حياتها فقط التمثيل يسرى فتحت درعتها لحاجات تانية كتيرة جدا أنشطة اجتماعية إنسانية يسرى بتلاقي الوقت منين؟ بصي أنا لما يعني بيحصل إيمان بشيء لازم أدي الوقت ولو أخلق وقت يعني مثلا لو في مثلا حاجة إنسانية عايزة أقوم بيها لو أنا مؤمنة بيها جدا جدا مش كاموفلاش مش شكليات مش هخلق لها وقت ديها الوقت لما حاس إنها ما بتتطورش يمكن مش هخلق لها الوقت فكرة إن انت سفيرة نوايا حسنة في إياه أسرة فاجت كتيرا أنا ريجونل يعني على واحد وعشرين أو اتنين وعشرين دولة في المنطقة العربية عشان مرض الـ AIDS الـ HIV والـ HIV ده هو بييجي زي وزي الفيروس C بالزبط نفس العدوى ونفس الطريقة بتاعت العدوى ونفس خطورته ولو تعالجنا منه نقدر نعيش عادي والناس تعيش في سلام بس محتاج لدوة ومحتاج وبتمنى إن الدولة زي ما عملت فيروس C الدوة بتاع فيروس C وأصبحنا إحنا كنا أكتر دولة في العالم عندها فيروس C إتقاضى عليه أتمنى إن إحنا نعمل الدوة بتاع الـ HIV وفي نفس الوقت إحنا اللي ندي لكل أنحاء المنطقة العربية عاملة إيه في الكورونا يا سيفا؟ عاملة اللي لازم عيشة عاملة عيشة بس ببخ الكحول على طول ماسك على طول أو على طول ماسك وكل حاجة يعني إحنا عادينا حط ماسك كلنا ماسكات بس هقولك حاجة أنا بـ يعني أنا بتصور إنه في الهوى ما فيش خطورة غير ما تكوني عادي مع الناس كتير لازم أسأل على الفستان الرائع الـ very different بس الفستان ده حرير وسلك رائع ده المصمم ستيفان رولان ده مصمم عالمي وهو قال لي يوسرا أنا عايزك حبعتلك قلت له حتى أنا تخنانة يا ستيفان ده نجيل ساويرس مهندس نجيل ساويرس يا حبيب لا على هوا يعني أنا كورونا كورونا أهلم بيك يا قلبي أهلم بيك عامل إيه؟ أنت فين؟ أوي 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 والمكان أوي المكان البديع ممكن المايك يا باش مهندس بقى أنت اللي جميل ووجودك نجيب إيه إحساسك بقى بما إنك جيت الحمد لله إحساسك أنا أكيد كنت بتغني مع رامي عايزك لا والله أنا كنت جعين جدا وعايزة كل حاجة بسرعة أيوة والله أنا جعينة بسرعة ما عادوين لحد حداشر ما فيش حاجة ولا مية حد نجيب إيه إحساسك بالمهرجان يعني دي رابع سنة كان حلمك ده من أربع سنين والسنة دي صعبة عايزة أقولك إنه من غير نجيب سويرس ما كانش حيبقى فيه مهرجان للأمانة للأمانة قلش عايزة أقولك حاجة هو كان فيه رأيين رأي يقول لأ لدينا تعاسى وكورونا ومحدش هييجي والبتاع ورأي يقول إن لأ إحنا عملنا حاجة ولازم نكمل وزي ما تقول إنها تحدى يعني الكورونا دي والحياة لازم تكمل فالرأي ده هو اللي انتصر ده كان رأي سميح صراحة أنا كنت خايف لأن يعني فيه نجوم كتير جدا يخافوا ييجوا وتعملي بي سي أر في المطار وتعملي بي سي أر أبن ما تسافري أنا ماشي معايا بي سي أر في جيبي دلوقتي بس إنت جريء طول عمرك مش كده لا 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 بصي من أجرأ الناس اللي بياخدوا قرارات لو اقتنع بيه في الثانية هياخد القرار وبدون تردد حتى لو ممكن يفشل بس هيقولك أنا مقتنع بيه هعمله وده ميزة نجيم لسه نجيم عندك الجرأة دي؟ طبعا مناش دعوا حاجة دي لها دعوا بإيماني وربانا بس بتحب السينيما بس سنتا بتحب السينيما بحب الفن موجيش لا أنا السيني مخبوصا لا أنا لما تفرجتش على فيلمين قبل ما نام ما بقى ما عنش حاجة لا 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 كل يوم لو رحت عفلة بايخة مثلا وبتاع رسابة وراح البيت بتفرج على فيلم طب حكيلك حاجة حكيلي سر يا سر لما عملنا تلت دقات أنا وأبو أبو سمعها لنجيب وأنا معرفش فنجيب دمع صح؟ وقال له حلو قوي الغنوة دي هو مين اللي بتغني معاك؟ قال له يسر قال له يسر من دي بتاعتنا احنا يسر بتاعتنا ولا يسر تاني قال له اه هو اللي قصر هو اللي قصر ان الغنوة تي تنجح من خلال جونا فيلم فاستيفة وبدون إسراره ما كانتش نجح تنجح ده لا الأغنية هي الأغنية في حد ذاتها جميلة ورائعة وجدت بطريقتها كده والطريقة اللي دخلنا بيها واللي لعبناها في الحفلة وكانوا كل الناس موجودة أنا تخضيت وانت بتلعبنا كصارت الدنيا لطمية من فضلك او سبعمية أنا بس عايز اقول برغم ان فيه أغاني حلوة تانية للجونا يعني للمهرجان بس تفضل تلت دقات يا نجيب صح مش عشان سيفة قعدة والله تلت دقات لها كده لا بصي احساسها غير عادي ونجاحها في العالم كله مش في مصر بس صح الحقيقة يعني بس هوا كان ليه يد أساسية في نجاح نجيب انت وانت بتقدم انسي ابو سيف قلت يازبك أن انت غلطت في اسمه ما علينا لكن هو قاصد ابويا واسم ابني وانا اعرفة ان انسي الصغير عنده شركة جيميناي بيعمل حاجة اشرحلي بيعمل ايه وموجود تواجده ازاي هنا في الجونا لأ أول كان ابتدأ شركة بتاعة فينشير كابتل ستار تابس يموّل ستار تابس كلها في نيويورك وعلى أربع سنين يعني ومعها كلهم مصريين يعني شركة مع بعض أصحابه كلهم وبعدين من سنة بقى قلت له تعالى بقى أحسنت تبقى خواجه في الآخر فلازم تيجي هنا تتدبس معنا في الحاجات الصعبة وهو الواحد وكان عايز يجي يعني دولاتي يمسك تقريباً 70% من الشغل هو يعني مسك إي أكتر حاجة بتسعيدك دلوات هكتر حاجة بتسعيدني قما شّف الناس مابسوطة يعني إسعاد الناس أكتر حاجة بتبسطني بجد هي إسعاد الناس لما بشوف أن الناس مابسوطة وبتضحك وبتستمتع بالحياة وإن أنا ليه جزء ده يعني أكتر حاجة بالداية وأولادي أكتر حاجة بتسعيدني طبعاً أولاده ما شاء الله يعني أنت لما تشوفيهم تفتخري بيهم بجد بجد تفرحي بيهم تحب الفن زيك انا جيب البنت الصغيرة سلينا بتحب المنزيكة قوي وبتكتب غاني وبتغني يعني او بتلعب ميوزيك يعني هي الصغيرة هي اكتر واحدة بتحب المنزيك ممكن اسأله سؤال هاته هي اتفضلي انت بس بتتزوق الفن ولا ليك فيه انك انت بتعمل حاجة مثلا تلعب بيانو ترسم لا انا الحاجة الوحيدة اللي بعمل انا بعمل بلاي لس بتاعت المنزيكة بتاعتي يعني انا بعمل البلاي لس سواء عربي او انجليزي وحط الاغاني ورا بعض ونقي اغاني محدش تاني يسمحها يعني عندي اغاني مثلا من ايران عندي اغاني فاكر جوجوش في ايران جوجوش دي كانت من اعزم التعيب مش دق المواضيع دي عشان ما نخشش بقى مين فاكر ومين مش فاكر اوكي اوكي طب ما دارش اختم الحالة دي من غير ما يا سيفة تغنيني تلت دقات لا 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 حطها ونتفرج عليها لان انا مش قادرة حكيلك الغنوة دي كل ما بتتزهق احنا بيحصل لنا حالة يعني فحطيها لنا عشان احنا نحسها معاك طب يا جماعة والنبي بحطولنا تلت دقات بقى عشان في يد نجيب وهو اللي عمل لنا كل ده الحقيقة سميح اكيد عامل حالة غير عادية في جونا بس من غيرهم الاثنين بس من غيرهم الاثنين الدنيا ما تنفعش لا بس نجيب فيه احساس الفن كده يعني لما بينتج لما بيختار ولما بيحس ان جواه فنان كده مدفون كان نفسك كبه ممثل ولا انا اجيب اكتر واحد لا انا زعلان ان انا طلعت بزنس مانه كان حياتي اطلع برضو فنان يعني يرسم يا اعمل مزيكة يعمل اي حاجة بس اي جد كده يعني بس انا طبعا كل اصحابي كلهم فنانين وموسيقيين و بحب الناس دي اكتر بحيث ان انا معهم يعني ان انا انتمي ليه باكتر من بقية البزنس مان بقى و كل واحد ضرب السجار وعمل انتعار انا شفتي التواضع اللي هما فيه يعني سواء نجيب او سميح او اي حد فيهم حتى ولدهم التواضع انا بحب مدام يسرية بصراحة لها معزة خاصة عندي احنا هنخلي البرنامج بقى العيلة ولا اي مش تخصي بقى فموليا انا عايز اشكركم مرشي جدا جدا عايز اشكركم جدا سيفة على وجودك في حياتنا تشعي دايما كده بحجة رهيبة نجيب على اسرارك على حاجات كتيرة جدا في حياتنا شوفي مين بيتكلم انا اقولك بقى حاجة عليها ايه وقت الاخوان محدش وقفت ووقف وقفت رجالة بالصلابة والاسرار وعدم الخوف قد سيت لي وده اللي بخليلي انا دايما باعيز اشيلها فوق دماغي انا عارف اشكرك ولا امها ولا خافت ولا ترددت ثانية انا صحيح هي وطنية جدا من الناس كثيرة مش عارفة الكلام ده انا شوفت بعيني وكنا مع بعض يعني انا شوفت صراح انت لكي كل تقدير لكي حب وتقدير واحترام لانك انت سيت لكي مواقف لبلدك من اعظم ما يمكن اشكركم سيفا مرسي على وجودك معايا نجيب موانس نجيب ساويرس بشكرك شكرا جزيلا بحقيك على المهرجان على الحالة على حاجات كتيرة جدا عملتها لنا وعلى اصرار على المواقف شكرا مرسي شكرا مرسي واشكركم عزائي المشاهدين دي كانت حلقتنا النهاردة من مهرجان الجونا على هامش الافتتاح على هامش افتتاح مهرجان الجونا في دوراته الرابعة نتقابل بقى بكرة في القاهرة بحييكم من الجونا الساحرة ومن الفن والسينما وكلنا بنحب السينما ومحدش كان يقدر يستحمل السنة اللي فاتت من غير سينما اشكركم ونتقابل بكرة بإذن الله وهذه لميس الحديثة وحييكم اسمه انا خيب اشتركوا في القناة